ترجمة نانسي قنقر 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 لا تخاف أنا ساعدت مراد وقت كان هون بالفعل رجال عظيم وين هو؟ رجع؟ الحمد لله إيه رجع شو؟ صار فيك تعدم ذو الفقار ما عاد ينفعنا خليته يحكي؟ مراد علم دار راح أخي أعود خلصنا أنت شو عم تحاول تعمل؟ أنت كيف هيك بتحكي معي؟ خليتوني قتل أهم زلمة بالتركية بأمر الختيارية هيك أنت قلت لي وهلأ عم بطلب منك قبلهم اليوم لأمو اليوم بكرة لأمو بكرة عمضت للتشهر أنت مفكر الختيارية ختيارية بضيعتك؟ أنا حاسس أنك عم تخدعني يا سميح يا بدخليني قابل الختيارية يا أما راح سلمك لمراد علم دار أركان لو ما كنت معرفك كنت أوستك شو جاية لتبتزني أنت؟ فكر على كيفك إذا ما لدقت بالختيارية ما بعرف شو يلي راح يطلع معي شو قصتك لك أخي؟ شو جنيت أنت؟ لك خليتوني قتل ميماتي شبك بدك أكتر من هيك راح أعطيك فرصة أخيرة إذا أنت اعترفت بالجرائم اللي ارتكبت ضدنا أنا راح أعف عن أبن أختك خالي لا تعطي هدول الأندال شيء نحن بجميع الأحوال بدنا نموت ما تعطيهم ولا تضعف تترك أبن أختي وبقول لي اللي بتكن ياء قدامي الكاميرا ماشي لك نبلش ما بيصير بالأول لازم تتركه أبن أختي وبحكي بعد ما اسمع أنه صار بأمان هذا حكي فاضي إذا بدك تحكي أحكي وإلا راح أوس براسك لا إله إلا الله محمد رسول الله شو هادي أولاد شو فايتين عصطابل سيدي هل تركماني كان عم يحكي لنا عن مراد على أمدان شو فايتين ماما أنا طائفة كثير لا تخافي يا بنتي معلم مثل ما أمرت خليت لني مسكوا أخي أنت منيح فيك شي؟ أنا منيح لاحقوني تلك شوارع بس ما أحدا بيقدر يركض بطلي بابا بابا أنا منيح فيك لا تخافي لا تخافي بابا أخي سمتين لا تخافي بابا بنتي بابا بنتي بنتي أحمي أمك كني ألم تسماarak خدي نفسي 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 أعلا تسمعيني يلا لا تخافي أمي أمك هنيك اسمعيني إذا عملتي اللي بقلك عليه ما رح تزعلي أمك ماشي ماشي بس قلك ركدي تركدي ما بتطلعي وراك عيونك على أمك ماشي وما توقعي غير بحضن أمك ماشي 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 يلالك دي بنتي 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 ماما 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 بنتي ماما بنتي يا رضاك بنتي وما بتطلعي ماما حبيبتي الحمد اللي يا ربي لحفة لأنك رجعته ماما بنتي حبيبتي الله يوفقك يا أخي يا شو أحلف لك صدقني ما بعف وينه مراد على مدار صحيح يجول عنا مبارح بس بعدين راحوا قل لي لوين راحوا يعني رجعوا على اسطنبول لا عم يدور عرفيه ما راح اسطنبول سمعت خالي مراد على مدار ما تركنا سمعت بنخت سمعت خلوا لهاتي يحكي وتأكدوا لي من حكي ومنيح نجدد ما وصلنا؟ لا لسه بكير أخي كارا حط راسك ونام بس نوصل فيئك شو تغيرت الطريق؟ لسه ما بتعرف انه تغيرت وقف لك أخي ما في داعي نوقف ترك هالثاغلي علي وقف يا ابني بدلي ريح كريتي شبنا نجدد نحن وين صرنا؟ أنا ثبتك على الأراضي اللي بتحبه كتير نحن قربنا من ديار بكر ديار بكر؟ قوم قوم شوفي معلم أخوك نجدد بدل ما ياخدنا عبوابة الشمال أخدنا عبوابة الجنوب الشرقي معلم شو هالغلطة هاي؟ خالص بلا ما أغلط هلأ فيكن انتو تنين سوا رح تعرفوا شو يعني الغلط سوء انت السيارة شوف أنا بعرف ليش انت جبتنا لهون بعرف بس بوعدك وعد بس نخلص شغلنا بدنا نرجع لهون أخي ثغلتنا كتير بسيطة طالما وصلنا خلينا نعملها ونمسي ابني لو كان وضع زازة مثل وضعي كان عمل نفس الشي نيح؟ عالسيارة ناتي ترجمة نانسي قنقر صح سلامتك انت الزلم اللي عم يدور عليه مراد على مدار مراد ما رح ينساني أبدا أنا ساعده وقال هو بده يساعدك أنا خليتهم يمسكوني مش هنقدر وصل لك الرسالة احكي شو بتقول رسالة مراد على مدار بكرة الظهر رح ينتظرك بالساحة لازم تروح وتحكي معه رح روح أنا اشتعت له كتير فرحتني لأنه مراد ما نسيني شراب سلامتك الرجال جاهزين رح نطلع انتبه منيح ما تبينه قبل ما يطلع مراد على مدار ماشي ما تقلع انت بالحقيقة زلم كبير العدو بيجي وبيطلب مساعدة منك برأيك بلعوا الطعم مع الليه؟ رح يبين معنا بعد شوي حتى لو انه نبلعوا الطعم مع الليه هنن ما رح يتركوا المكان فاضي كيف رح ننقذوا لذول فقار؟ أكيد هيا أوصوا بس نفوت بالأول أنا نفوت وراح أمن على ذول فقار آغا باكير آغا طلعوا هدول هلا أجايين لعندكن أعطوني سبع دقائق بعدين بتفوتوا من ورا برطاص حاضر معلم يلا تعودت يا نمر؟ أنا تعودت بس بتكون وقت طويل اللي تتعودوا علي أنا ما بحب هاي الكلمات نمر سبع ما قلنا شي غلط يا شريك ما في داعي تكبرة وانت انتظر هون رح خبروا انك هجيت انت ما سبع وشفتك هون؟ أنا بهاي الفترة كنت مختفي وشو صار لقررت انك تختفي؟ لأني مليت انت مليت؟ ولا هنن ملو من حالتك؟ رحيست أبلاك شو؟ شو صار لصف شو صار لحم shirt بتنبير من حالتك وأخبار شو صار لحم شوص وش شو صار لحيس يا رbe witness شو صار لحم شو صار لحم الملو من حال اعطق البعض عدهم ليش تخليتوا عني حاجة علاك رحلتي بالختيار هون شو مفكرني ولد صغير على حكي فاضي أركان صار الوقت عبدالحي يا ترى قدر المعلم يدخول لك في هجوم علينا فوتوا بسرعة وجيب ذو الفقار حل عني يا حرسوا البواب وخبروا الرجال يرجعوا هم تسمعوا أنا رح جيب السجين ذو الفقار لهون ومات المراد على مدار لبينه ما يجوا شبكة نجب التوب يلا لا شوف مراد على مدار جاي لهون مش هاني ينقصك بفهم أني استخفيت منيح فيك وأنا غلطت لأني استخفيت فيك ولما استخفيت فيني غلطت أكبر غلطة بحياتك عشرين سنة ما حدا قدر يكشفني حتى يلي كانوا يناموا معي بالغرفة كيف تدرت تكشفني؟ غباءك الشاي تبعك ما بتنشرب لو شي عامل عندي ضيفي بتنشاياتك كنت أوزت براسي استسلمت خلصات أوصي ارمس لاحق على الأرض شاميل انت خليك واقف وراسك حاضر مالين مراد على مدار ما رح تستفيد مني شي لهيك من صحك تتري معقولة تلزلمة زكي مثل حكايتك لما بشوفه أنا صرت بين يديك وفيك تساوي اللي بدك يا بس ما رح يخلوك تطلع من هون عايش هذا عاطي لحاله أهمية كبيرة يا عبد الحي ما رح تخليه غري امشي امشي سيدي أركان على الخط هلو نعم ما تحاولوا تحددوا مكاني رح أحكي على السريع قولوا لسيد أشرف مدي يلتقي فيه أركان مين انت قل لي لقش يأخذك وراح أخليك تلتقي فيه شو بتكون تضحكوا علي أقول لسيد أشرف ما رح أحكي مع غيره والمرة الجاي بقلكم على مكان اللقاء سيدي في تطور مهم نتصل أركان وقال إنه بتلتقي فيك ليش غيرت الاتجاه تبعك؟ عفوا سيدي شافوا الشباب الطريق بالكاميرات أملأوا حادث سير والطريق زحمي ماشي فيكن تطلعوا سيدي السيد سينجر جاهز وطلب منه نطلع بعد ربع ساعة ماشي شو بدك مني أعمل؟ بدي منك تحكي لي عن الجرائم تبعكم من دون زيادة ولا نقصان اكتار كتير من وين بدي بليش؟ بليش من الأطفال مراد علمدار أنا بعمل هيك لأني مريض نفسيا ما كنت استمتع بياللي عملته ولكن تشوف هالشيء أخلاقي بس أنت الدولة بالنسبة إلك هي خط أحمر وأنا بالنسبة إلي المنظمة كمان خط أحمر أنت فهمان الخط الأحمر بشكل خاطئ الخط الأحمر مو يعني نهر الدم من دون هالدم ما رح ننتصر ما بدي يفتح معك مناظرة ونقاش احكي سيدي في مستجدات كتير مهمة هاي الصورة من وين اتأخذت؟ من بيت السيد فاروق والصور من كاميراة عاكف سيدي لكن استدعيلي عاكف لهون يجي لعندي فوراً هاي الصورة من كاميراة عاكفة إذا بدك تقتلني قتلني هوم بالوطن ما في وطن لواحد نديل مثلك فيك تأخذو يا عبد الحي امشي 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 زدته ورا لهالحقير عبد الحي بدنا ناخد هالوسخة خلينا ناوصو ونخلص هو بدو يندفن بأرضو بس نحنا رح ندفن بكل ضيعة شقف منو لهالندل شان هيك رح ناخدو معليم؟ ونخليه عبرة لما نعتبر فكرة حلوة معليم؟ شوفي أخي غطيني منوارا عبد الحي خماص معليم خماص معليم معليم جدو غدو مجرح معليم معليم ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 سيدي المترجم للقناة 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 اشتركوا في القناة